اشتركوا في القناة رح يطلطي لشوبينج كل يوم عليكن بمجموعة غراض جديدة ومتطورة ما بتلقوا وين مكان وبالأسواء اللبنانية الكواليتي طبع غراضنا طوب لأنه جاي مباشرة من فرنسا لطربة كل الأزواء وهالغراض إذا عجبتكن تقدروا تحصلوا عليهم وتوصل لعندكن على البيت منذ أي كلفة إضافية مع إمكانية الرد إذا هالبرودويم ما عجبكن أو مناسب زوقكن صول كفالة موجودة ومن لحظة الاستيلان من خلال الليبن بوست وب 48 ساعة بس بمجرد ما تتصلوا فينا على الوحدة وثمانين 218 ألف الغرض اللي انتو اخترتوه بيوصل لعندكن لوين ما كنتو عم بتتابعونا بلبنان مين مننا ما بيحب يكونوا تيبو أو مفروشاتو أو حتى سجاداتو نضاف ومرتبين هلأ مع الدتاش إكسبرس مش ضروري أبدا يكون في كذا مسحوق بالخزانة كل واحد لشي أو حتى تجرب ست البيت شو الأفضل وتصير تسأل هون وهنيك مسحوق واحد بس رح يريحك من كل الأوساخ حتى الباعي اللي برأيك مستحيلة كلها رح بتروح مع دتاش إكسبرس وما لك إلا تجرب فيكن تستعملوه بالغسالة أو حتى على الإيد كمان فينا نرشه لأنه بيجي معهم رشة هيك بيصير بخاخ أو سبري صار فيك ترشه بطريقة كتير سهلة على البقعة شو ما كانت أكل فتر يعني شو ما كانت البقعة وشو ما كانت الوصخة رح بتروح مع دتاش إكسبرس متل ما اسمها بيدل دتاش الديتاش بتشيل البقعة وبسرعة كتير كبيرة دتاش إكسبرس فينا نستعمله للموكات للتياب للشراشيف للسجاد حتى لفرشة التخط للكنبيات كمان يعني شو ما بدكم بالسيارة كمان إذا وصختوا السيارة فيكن ترشوا هالبرودويل المصنوع من فرنسا هو الحل الوحيد بيشيل البقعة وكمان بيبيض حتى بيشيل الريحة والكمخة عن الأشياء يلي بتبقوا عادة ما بتروح بسهولة هالأست البيت فيها تختار الطريقة البتناسبة إذا بدأتغسل على الإيد فيها تحط شوية من هالبرودويل متل ما بتشوفو على الشاشة وبنترك هالقطعة أو مترك الوصخ لسوين كتير قليلة وبتشوفو النتيجة عن جد مثل السحر حتى فينا نستعمله للقماشي رقيق متل الحرير أو القماشي اللي كتير دليكا إذا بدنا نغسل بالغسالة مع دتاش إكسبرس العملية كتير سهلة كمان متل ما بيبين قدامنا على الشاشة ملع واحدة بس وكل الفوج بينضف دتاش إكسبرس بيحافظ على نظارة الألوان شو ما كان أبيض أسود ملون ما بتبوخ الألوان أبدا حتى ما بيعمل حساسية على البشرة الحل هو مع دتاش إكسبرس لكل الباع تصلوا هلا فينا على الوحدة وثمانين ميتين وثمانتعشر ألف شتروا دتاش إكسبرس بس بخمسين دولار وين ما كنتوا بلبنان بيوصلكم ضغرة وبثمانية واربعين ساعة ماكسيموم على نص البيت من دون ما تدفعوا أي كلفة إضافية من خلال أكيد اللي بان بوست اليوم حكينا عن دتاش إكسبرس إن شاء الله كل مرة بنحكي عن بروديوية جديد من تيلي شوپنج بالتعاون مع التأفقان كل هالبروديات عم نجيب نحضرها ونقدمها لحتى ترضيكم وترضي كل الأسواق بيقولوا الشعر تاج المرة والتاج بدوا اهتمام كلنا منحب نكون مرتبين ومنحب شكلنا وقتها نطلع من عند الكوفير بس أكيد مش لوجيك ولا نورمال نضل بيسالونات الكوفير كل يوم في غدا أو عشا بلبنان تي تايم برانش تعرفوا المناسبات كتيري عنها والمرأة اللبنانية معروفة بترتيبها ومظهرها الحلو حتى النساء اللي بتشتغل أو الطلاب اللي بتروح على الجامعة حلو يكون شكلها مرتب اليوم ومع فرشاية إن ستايلر لينالك الحل شو ما كانت نوعية شعرك؟ ليس فريزيم نوبر وقد ما كان طوله قصير طويل مثل شعري نص نص إن ستايلر إليك نصيحتي تخلي هالفرشاية معك وساعتها رح تربحي واتس رح توفري ما صاري والنتيجة زيتها مثل عند الكوفير هلا يمكن يزعلوا مني شوية الكوفيرية لأنه شغل رح يخف بس هيد الحية كل صبية أو سيدي صارت هي الكوفير معنا بسدوا ثلاث صبايا أورادي بلشوا يملصوا شعراتهم بيها الإن ستايلر رح تواجه لعندهم تشوف وين صاروا شعراتهم كيف صار مضع لهم هاي صبايا ما أهضمكم قاعدين تمليس كيف تحبوا الليسة ستيسي كيف تحب شعرك يكون الليسة انت شعرك شكله وبينوبر شوي مضبوط كثير بعزبني شعري قد ما بيضال منوبر سويا ستايلر هي الحال ومضبوط مش غلط أبدا مودي الفرشاية عادة لك باتي شو سريعة وشو لعرا خبريني انت شو ماشي حالك كمانا بالفرشاية نعم أنا شعري فرزاية انت حلق شعرك طالع من الحمام هلقد فيه تعجي ايه ايه انا مثلا رحت عند الكوافر تيسيرها لقد التعجي لا لا هو فيه تعجي يعني اوكي سو بديك انستايلر اكيد انو منتعرض كتير للغسيل بالجمعة 3-4 ايام فانو مش براتيك نروح عند الكوافر باتي انت شعرك اطول شعر بس انو مقلعة اهلا انا حبيت اكتر شي لانو براتيك يعني انا رح اترككم تكملو شعراتكم لانو بعتقد بدون شوية وقت مع هالفرشيه لبراتيك انستايلر وسهلة الاستعمال صار فيك وين ما كنت متل ما سمعته من باتي تاخديه معيك اذا كانت بالبيت بتجم رحتي على البحر سفرتي يعني عن جد لنا كتير سهلة صار معيك سالون متنقل انستايلر ما بتحرق ابدا الشعر ولا بتقصفه يعني بتحافز على نوعيته متل ما كلنا منحب لانو حرارتها موزعة متل ما ملاحظين هلا انا منا دايرة عندي بس الحرارة بتتوزع عليها بالتساوي حتى البنز اللي موجودين عليها عادة بغير فراشة بيقاعوا كتير متنين وما بيقاعوا ابدا يمكن تلاقوا على نسق انستايلر بالسوق متل هالفرشاية بس كونوا اكيدين مش متلى ابدا الرقم قدامكن على شاشة واحدة وتمانين متين وتمانتعشر الف خدوا موبايلكن هلا واتصلوا فينا لتحصلوا على انستايلر بستين دولار وين ما كنتوا بي لبنان وبيحيالة منطعم تحضرونا بثمانة واربعين ساعة بس تصلكن انستايلر عنص البيت من دون اي كلفة اضافية ومن خلال ليبان بوست موسيقى ري عارفكن اليوم عالكراب بارفات في حدا مننا ما بيحب الكراب صبع الترويقه عالغدا عالعشا ديسير سناك يمي قطيبشي الكراب هلا ناس بتحب كراب صالي وناس بتحب كراب سكري وفي ناس متلى بيحبو اثنان كراب بارفات متل ما اسمه بيدل تطلع معك الكراب بارفات حتى فينا نستعمل البانكيكس اذا بتكون كمان ما في لزوم تكون شاف او ست بيت شاطرة صار فيك انت موسيقى تعمل كراب للولاد او الولاد هن يعملوا كراب لأهلن هالمقلة ما بعرف اذا فيه سميه مقلة بس هي اكيد مقلة عجيبة مقلة براتيك مقلة اوريجينال سموه متل ما بتكن شكله جديد مش معقول تلزق او تحترق العجينة عليها قد ما قالكن عنا غير ما استعملها قدامكن راح نجرب اصلا بمجرد ما تحمى يعني منحطها بالكهرباء دقيقة دقيقتين تحمى منيح وهيدا الصحن بيجي معها باي دو واي منحط عجينة الكراب مننطر شي خمس سوانه اوكي ومنقلبها مندون ما نحط ولا زيت هيكوا شو حلوة مندون ما نحط ولا زيت ولا زبدة كلنا منعرف قدام بيدروا للصحة وقدام بالمقلة منقعت ساعة منعملها لتطلع مرتبة بقى بهالطريقة طلعت عن جد حلوة بسوان بتخلص وبتصير جاهزة للأكل ولحق عكريب اذا فيك بس اذا انصحتوا ما تحطوا الحق علي اهيان شي تقدر تعمل صرت كريب ببيتك ما تصرو في كهربا لانا وفيرة الكواليتي تباعة توب ولا تصير عندكن بي مطبخكن بتتصلوا هلا على الرقم اللي عم يقطع على شاشة واحدة وثمانين ميتان وثمانتعشر الف وطلبو هالكريب بارفات بخمسين دولار بس بحيالة منطقة كنتو بلبنان عم تحضرونا وبثمانة واربعين ساعة بس مندون اي كلفة اضافية من خلال الليبان بوست بتحصلوا عالكريب بارفات والف صحتين هلا خليني جرب قلبها انا وهون اذا بعد عندي وقت هلا هول الكريبات بي صراحة عملناهون قبل ما نطلع على الهواء ما رح زعبر اكلنا منهم بس انو طالع بالي انو خلص العجينة نيحة صارت بتجنن وهيضا العجينة قدامكن ان دو ليكو باي سهولة قدرنا نقلبها هلا بهالطريق اول ما نقلبها فيكن تحطو هي وصخنة لان هون كأنه متل المقلب بتحطو الجبنة والجنبون بتصوح بتصير هيك بتحطو الشوكولات والبانان بتصوح بتصير هيك وبترجعو بعدانا بتقلبوها على الصحن اوكي اون دو وليكو باي سهولة بتخلص الكريب وبتصيرو واحدة وراء الثانية ما نحط ننطر شوي عدو للخمسة ستة اون دو ومنقلبها وبتطلع الكريب بتشهي كل يوم بروضويات جديدة نقينها خصيصا لضرد كل ازواء المشاهدين ومش حيلا مشاهدين متتبعي الام تي في من خلال تيلي شوبينج اكيد بالتعاون مع تافأة الى لقاء